في مساء يوم الثالث والعشرين من تموز من عام الف وتسعمائة وستين وبجهود الكوادر الوطنية بدأ التلفزيون العربي السوري إرساله من قمة جبل قاسيون في دمشق واستمر الإرسال لمدة ساعة ونصف الساعة فقط في اليوم الأول من داخل استوديو متواضع شيدا بجانب محطة الإرسال جهود وأنظار ترقبت الصورة الأولى للتلفزيون العربي السوري لرواد من إعلاميين وكوادر فنية وإدارية وجهها أنذاك الدكتور صباح قباني وكانت أولى الأعمال التي بثها التلفزيون تعتمد على فصول تمثيلية وسهرات مسرحية تبث مباشرة على الهواء أبطالها نهاد قلعي دوريد لحام رفيق صباعي محمود جبر إضافة إلى برنامج منوعات بعنوان سهرة دمشق وأول عمل تلفزيوني كان بعنوان تمثيلية الغريب الذي قدم على الهواء مباشرة من إخراج سليم قطايا بطول الثراء دبسي ياسر أبو الجبين بسام لطفي وفي عام 1976 وحتى العام 1981 تم إنجاز عشرات محطات الوصل في مختلف المحافظات السورية لتغطيتها بالبث التلفزيوني وفي عام 1978 بدأت تجربة الملونة وظهرت بعض البرامج والمسلسلات الدرامية بالألوان جهود لرواد آمنوا بمبادئ وقيم وطنية تجلت خلال الحرب الإرهابية على سوريا لتكون منارة التلفزيون العربي السوري دماء شهداء الإعلام الذين تمسكوا بسلاح كلمة الحق ونقلها عبر الشاشات الوطنية